لتعليق والحديث أكثر عن هذه التطورات ينضم إلينا في الستوديو دكتور سوفيان أبو زيد الوزير الفلسطيني السابق والقيادي أرحب بك دكتور سوفيان المساء الخير التطورات في تزايد وعديدة أيضا وعلى مختلف الجبهات قبل قليل سفرات الإنذار تدوي في نهر الأردن للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر هل لهذا دلال اليوم؟ نعم عندما تدوي لأول مرة سفرات الإنذار يعني هناك اتساع لرقعة النيران وأن هناك ليس فقط حزب الله ربما يكون أيضا أطراف أخرى هي التي أرسلت هذه المسيرة أو هذا الصاروخ الذي أدى إلى سفرات الإنذار عندما نتحدث عن طبرية يعني نتحدث عن مثلث الحدود الأردنية السورية الفلسطينية وبالتالي هذا يعني مؤشر آخر على أن هناك اتساع لرقعة النيران وأن هناك قواعد اشتباك جديدة إسرائيل تقول أنه منذ خلال الـ 48 ساعة الماضيات 158 صاروخ ومسيرة أطلقت غير الذي أطلق قبل قليل لأن سفرات الإنذار أيضا كانت تدوي في أكثر من منطقة في الجليل الصاروخ الحوثي يعني يبقى السؤال الأبرز والمتداول أيضا لنهار اليوم كيف أفلت من أنظمة المتطورة والتي غالبا ما تتغنى بها إسرائيل يعني هي متعددة أنظمة الاعتراض يعني ماذا لو كانوا صاروخين أو اثنين صاروخين اثنين أو ثلاثة حتى يعني أولا هذا الصاروخ هو صاروخ باليستي ليس بسيط سرعته أسرع من سرعة الضوء بكثير ويصل هذه الأنواع من الصواريخ هناك من يصل سرعته إلى 9900 كيلو متر في الساعة ده ما يقول الحوثيون أن الاستغرق فقط 11 دقيقة ونصف لكي يقطع مسافة 2000 كيلو هذا يعني أن لديه سرعة فائقة تستطيع وهذه هي الميزة أو التفوق لهذا الصاروخ القدرة على تجاوز أجهزة الرادار إسرائيل بنت منظومتها الدفاعية على مستويات متعددة يوميا أو دائما تطور من مستوياتها لديها صاروخ حتس ثلاثة اللي هو السهم حتس سهم سهم ثلاثة يصل ارتفاعه إلى 2400 كيلو متر لديها السهم 2 يصل مستوى إلى 1500 كيلو متر لديها مقلع داود 1200 كيلو متر لديها القبة الحديدية تقريبا 120 كيلو متر ولديها آخر شيء اللي هو درع الضوء يسموه درع الضوء أو درع النور وهذا استحدثوا للتعامل مع المسافات القصيرة الهونات إلى آخره وأيضا يطوروا ما زالوا حتس أربعة أو سهم أربعة في قيد التطوير لم يقل الإسرائيليون ما هي الطبقات التي استخدموها من أجل إسقاط هذا الصاروخ قبل أن يصل إلى وسط البلد لم يقولوا قالوا أنه استخدمنا الصواريخ لم يقولوا لأنهم لا يريدون أن يفضحوا أنفسهم أن هذه المنظومات كلها فشلت وفي النهاية من حظهم أن الصاروخ انفجر لوحده ولكن انفجر عمليا بالقرب من يعني في الوسط ما بين القدس وما بين الليد مدعين مستوطنة مدعين هي عمليا تقع ما بين ما بين القدس وما بين الليد الذي أجزاء من الصاروخ تناثرت تناثرت هناك الإعلام الإسرائيلي كوثر يعني لا أعرف ليس 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 هذا خبر أساسي لديه يعني ربما نحن في الغد هنا الموضوع الرئيسي هو موضوع الصاروخ الإعلام الإسرائيلي منذ الصباح يعني وهو مثير للشيء يعني غير ماني بإخفاق هذه الأنظمة نعم نعم لا يريدون أن يتحدثوا عن إخفاق الجيش يحقق يقولون أن الجيش يحقق كيف استطاع الصاروخ أن يصل دون أن يتم اسقاطه ولكن لم يتحدثوا عن تفاصيل عن تفاصيل أكثر طيب الاجتماع الحكومي يعني حتى الآن يعني وتباحث بشأن طبيعة الرد هذه المرة على الحوثي تابعنا تصريحات لنيتنياهو وهو يتوعد الحوثي لكن يعني لم نخرج نوعا ما بمعلومة تفيد بطبيعة الرد المرتقب بعد الاجتماع الحكومي يعني أولا هذا الاجتماع الحكومي أخذ حيزا كبيرا في الإعلام الإسرائيلي ولكن ليس في قضايا مهمة تتعلق بكيفية الرد الإسرائيلي على الحوثي أو كيفية التعامل مع مع الشمال مع حزب الله أول ربع ساعة من الجلسة كانت عبارة عن مناكفة بين المستشار القضائي بالإنابة وبين وزير الاتصالات كري وبين نتنياهو لأن أحد المنظمين للمظاهرات ضد ضد نتنياهو إيلان شلوح اسمه قال أن شبه نتنياهو بهتلر وشبه بن كفير بهملر هملر هو كان رئيس الجستاب ورئيس الأساس تبع الهتلر وبالتالي اعتبر نتنياهو أن هذا تحريضا كبيرا عليه وبخوا أو أنبوا المستشار القضائي بالإنابة كيف لا يفتح قضية تحقيق ضد هذا الشخص الذي يتهم نتنياهو أو يشبه نتنياهو بهتلر وبين كفير بهملر الإعلام الإسرائيلي مصدوم مستغرب أن الدنيا مولعة وصواريخ باليستية تطلق واثنين مليون إسرائيلي ينزلون إلى الملاجئ وهناك حالة من الراب ومئة وتمانية وخمسين يطلق حزب الله صاروخ ومسيرة ونتنياهو منشغل مستغرب أنه لم يتم فتح قضية تحقيق ضد يعني شخص قال أن نتنياهو يعني عمليا هو عبارة عن هتلر هذا طبعا يضيف إلى كل الجدل في داخل إسرائيل حول موضوع الشرطة وسيطرة من كفير على الشرطة واعتقال تلاتة من النساء أمهات المحتجزين وتقييدهم بأيديهم وبأرجلهم أيضا يثير ضجة كبيرة في إسرائيل هل هي حالة من الفوضى؟ هي حالة من الضياع في إسرائيل بصراحة إسرائيل لم تكن يوما بهذا الشكل من الضياع أن بن كفير يعمل انقلاب على الشرطة يعين ما يريد ويرسل الاتقاعد ما يريد ينهي قدمة ما يريد عمليا يسيطر وأصبح المصطلح الذي يستخدم في إسرائيل شرطة بن كفير لم تعد الشرطة هي شرطة إسرائيل التي مطلوب منها في دولة ديمقراطية أن تنفذ القانون هي أصبحت شرطة بن كفير إضافة إلى كل ألعيب نتنياهو باختصار شديد الكثير من الإسرائيليون يعتقدون أن نتنياهو هو النكبة الحقيقية لإسرائيل وليست سابع من أكتوبر أعلن فقط بأن وفق الجبهة الداخلية في إسرائيل أعلنت عن انتهاء الحدث أي ما جرى عند نهر الأردن وهو كان إما اعتراض لمسيرة أو انفجارها بالعودة إلى الصاروخ الحثي حتى الآن يعني بالعين الإسرائيلية هذا يعني سينبئهم أو سيعلمهم على حجم قدرات الحثي اليوم؟ يعني هي لا يتعاملون في إسرائيل على أنها قدرات الحثي هم يتعاملون أنها قدرات إيران أن هذه إمكانيات إيران وأعتقد أنها أيضا هي خبرة روسية هي ليست فقط هي خبرة روسية استفادت هناك مصالح كثيرة خاصة خلال الحرب بين أوكرانيا وروسيا هناك مصالح كثيرة بين إيران وبين روسيا وبالتالي هذه القدرات قدرات الحثيين عمليا هي إيران بالنسبة للإسرائيليين أنا أتحدث وبالتالي إسرائيل تعتبر أن عمليا من يقف وراء إرسال هذا الصاروخ هو إيران والحثي هو بالنسبة لهم هو عبارة عن أداء هكذا يتعامل الإسرائيليون في هذه الحالة ولكن كوثر عندما يعني يسأل كيف سيكون الرد يعني أي يعني اليمن ليست يعني دولة لديها الكثير ما تخسر اليمن في حالة حرب منذ سنوات والأمريكان والبريطانيين البوارج الحربية موجودة هناك ودائما يقصفون مواقع يعني اليمن ليست لبنان على سبيل المثال لو كان لو صدر الأمر هذا من لبنان أو جاء من إيران هناك مئات الأهداف في بنك الأهداف يستطيعون أن يعني يتعاملون معها ولكن أنا لا أعتقد أن هناك بنك أهداف كبير في يعني سيأتي الرد محدوداً كما الرد في السابق يعني في أحسن الأحوال سيكون رد بالتأكيد لا تستطيع إسرائيل أن لا ترد على هذا الصروق الذي يعني عملياً جعل منهم مصخرة وجعل من منظومتهم الدفاعية مصخرة وبالتالي يجب يعني سيرده ولكن لو أتيح لهم عملية اغتيال لأحد القيادات الكبيرة من الحوثيين نعم لو أتيح لهم مهاجم معرفة أين مرابط هذه الصواريخ في اليمن لا قصفوها هذا يعني الأهداف التي ممكن أن عملياً تشكل رداً قوياً بالنسبة لإسرائيل أما أن يهاجم مرة أخرى الميناء ويشعل النيرار ويقول وزير الحرب الإسرائيلي انظروا كل الشرق الأوسط ينظر إلى الإيران وفكر اليمنيين يعني ممكن يرتدوا والإيران اليمنيين ما في عنده مش يقصروه عملياً يعني ما فيه شي يقصروه واضح طيب هذه التطورات كيف ستنعكث على الجبهة مع لبنان الجبهة الشمالية مع لبنان يعني سيسرع من اتخاذ قرار توسيع رقعة الحرب هناك أم سيؤجلها نوعاً ما؟ هو القرار واضح القرار هو تغيير المعادلة هناك بحيث يعني يمهد عودة النازحين اليهود إلى أماكنهم إلى بيوتهم هذا يعني توسيع رقعة النيران هذا يعني تغيير قواعد الاشتباك الجيش وفق ما نشر بأن الجيش أبلغ الحكومة أنه جاهز وأن مخازن الذخيرة موجودة ليس لدينا أي مشكلة في الذخيرة وبالتالي نحن ننتظر الأوامر أنا في تقدير الشخصي أن هذه الأوامر ستأتي قريباً ربما بعد أن تنتهي جولة عامل سوكسنة الذي لا أحد يعني يتأمل كثيراً من هذه الجولة وسيكون التصعيد بشكل تدريجي وسيكون بالدرجة الأساسية في البداية على الأقل في الجنوب الليبين ترجمة نانسي قنقر